مع إيران أم ضدها؟ مع التطبيع معها؟ أم العقوبات عليها؟ ضد توسع نفوذها أو التغاضي عنه؟ أسئلة كثيرة حيرت المراقبين لسياسة الولايات المتحدة مع إيران التي جعلت منطقة الشرق الأوسط أكثر تحفزاً وتشير صحيفة الذاهيل إلى أن سياسة إدارة جوبايد انتجاه إيران لم تحرز أي تقدم لا سيما في الملف النووي والصواريخ الباليستية بل على العكس تماماً اتخذت واشنطن منعطفاً تصالحياً برز خلال مقايضة الرهائن الأمريكيين عبر الإفراج عن 6 مليارات دولار لن تساعد في إعادة تأهيل النظام الإيراني فحسب بل إحياء ميليشياته دولياً أمام هذا الإجراء تتساءل الصحيفة عما إذا كانت إدارة جوبايد انتجاه تقوم باستعراض عضلاتها في ظل تضخم وجود قواتها في الخليج العربي والبحر الأحمر والتحركات على طول الحدود العراقية السورية أم أن هذه التحركات هي مجرد استراتيجية لمواجهة التداعيات السلبية لصفقة مقايدة الرهائن في الخليج العربي لا تبدو دول مجلس التعاون الخليجي تتأمل كثيراً من الاستراتيجية الأمريكية حيث بدأت السعودية والكويت بالتأكيد على أحقيتها فقط في حقل الدرة وفي نفس السياق أعلن مجلس التعاون الخليجي رفضه لاستمرار احتلال إيران لجزر الثلاث الإماراتية وهي نقاط خلاف يمكن أن تسقط معها الاتفاق السعودي الإيراني على الجانب الآخر يرى معهد كوينسي للحوكما أن إدارة بايدن لم تتخلى عن رغبتها في احتواء إيران لكنها تسير باستراتيجية متوازنة بين الضغط والدبلوماسية لكن من نجهة نظر الخبراء العسكريين فإن ما يسمى بالصبر الاستراتيجي لإيران هو من فاز حالياً في ظل تذبذب وعدم وضوح وتخبط موقف بايدن متأثراً بقرب الانتخابات الأمريكية